أهلا بكم في واحدة من أهم حلقاتنا على الإطلاق مع واحد من رواد أمراض القلب والجراحاتها بتدخل محدود في العالم العارف بيعلها على المستوى العالمي النهاردة حوار من طراز عالمي والموضوع أيضا عالمي لأنه إحنا بنتكلم على كلمة في العالم كله مخيفة جدا نهارتها أتاك أزمة قلبية يعني نتكلم عن الشرنية تجاية بالتفصيل لكن الأزمة القلبية كلمة ثقيلة الواقع على الأذن وكلمة مخيفة لأنه تعرض الإنسان إلى خطر الوفاة لقدر الله المفاجئة ربنا يكفينا ويكفيك وشارك موت الفجأة لكن خلينا نقول حاجة مهمة أوي العالم تهزهز بينا جدا بموت رياضيين على مستوى رفيع من الرياقة المدنية على مستوى عالي جدا من الفحوصات والمتابعة أكيد يعني كل العالم فاكر مارك في فيان فو مارك فيان فو ده لعيب كان عالمي في لعيب كان بيلعب في منتخب الكاميرون وتوافى في الملعب طبعا الهادي بالرخيصة نجم النجوم تونس ده مارك الله يرحمه مارك كان أسد أسد في الملعب وتوقع يعني هل كان بلع لسانه؟ هل توقف قلبه؟ أنا مش عادة أجزم سبب الوفاة في ساعتها لكن في الغالب كانت مشكلة في القلب الهادي بالرخيصة نفس الكلام العقاري المبدع كان محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب ده إحنا كان من أحسن لعبين اللي بلعب منح الشمالي ومات بأزمة قلبي وفيه ناس كتير قوي يعني فيه على مستوى بقى الممارسات الهواية فيه الأستاذ ممدوح عبد العليم الفنانة العظيم ممدوح عبد العليم الله يرحمه والإنسان الرائع ده توفى بسبب رياضة فأثناء ممارسته للرياضة على تريد ميل في جيم وهو هاوي بقى مش محترف وهو كان في الخمسين عنده خمسين سنة فخلينا نقول إن الرياضيين بيتعرضوا لأزمات قلبية كثيرة جدا جدا والحقيقة فيه تعليق لصحيفة الإنجليزية وكان التعليق ده مهم أول لأنه كان في جزء الطب بتاعها قالوا إن الموضوع أكبر من ما نتخيل وإن إصابات الرياضيين بمشاكل في الشهرية التاجية أكتر بكتير من الدوريات العلمية والأبحاث بتشوفه وقالوا إنه القصة تكمن في عاملين وأنا هضف لهم عامل من عندي ارتفاع عنيف الأدرينالين بالنسبة للرياضيين الرياضي بيتعرض للأدرينالين بانتظام بشكل سريع جدا وخطير جدا وأيضا الرياضيين المحترفين بالذات وغير أو نصف محترفين اللي هما بلعبوا بانتظام بس مش عندهم اللي يقولهم خد فيلود خد سوائل فبيتعرضوا الناس دول إلى خطر الجفاف فالأدرينالين والجفاف هو اللي بيعمل المشاكل أدرينالين يقفل أو عدم أو الجفاف يعمل جلطات أنا هضف لكم حاجة تانية إنه كتير جدا من الرياضيين اللي بيمرسوا رياضة كرة القدم أو بعض الرياضات التنفسية في مصر بياخدوا أدوية تزود النشاط تحت المسميات بقى مكملات غذائية مش عارف إيه في بعضهم بياخدوا حاجات للتخسيس بس بتزود الأدرينالين فبتديهم إي حق بضربات القلب السريعة وبتديهم إي حق بالنشاط المفاجئ اللي بياخدوا وقت في تسخين ودي أدوية التخسيس دي تمنعت في العالم اللي بتعمل كده بتزود أدرينالين وبتعم مش عايزة أقول لها سميعا لأنها تمنعت تمنعت لأنها بتشتغل على السنتر بتاع المخ في منتهى الخطورة الأدوية دي أدوية دي بيتموت الرياضي ممكن يتعرض لشطس في الأدرينال ويدخل في مشكلة كبيرة جدا النهاردة حوار ممتع للغاية مع ضيف عزيز علينا جدا قيمة علمية كبيرة واسم علامة قدير الأستاذ الدكتور أسامة عباس أستاذ جراحات القلب وكلية طب جامعة إن شمس ورئيس قسم جراحات القلب بالتدخل محدود بالمنزار كلية طب جامعة إن شمس وأستاذ جراحات القلب والجراحات القلب بالتدخل المحدود بالمنزار بمستشفى وادي النيل وبمستشفى كيلو بطرة والمستشفى الجوي التخصصي ضيف العزيز شرف كبير لنا هذه الزيارة الرائعة شرف لي يا دكتور أيمان اللي يتواجد مع حضرتك في البرنامج العظيم بتاعك ده شرف لي إن قيمة علمية تقبل التواجد معنا دائما حدث من أنتظره شرف لي يا دكتور أيمان أنا عايز أبدأ الأول الشرعين التاجية نجمي نجوم القلب تمام صح كده صح عشان ننظمش السماوات بس بس الشرعين التاجية إيه بقى مشاكل الشرعين التاجية ولماذا هي زادت في الفترة الأخيرة أم أننا أصبحنا أكثر قدرة على إن إحنا نشخص نشخص الشرعين التاجية الحقيقة زي ما حضرتك قلت هي دلوقتي بتصنف القاتل الأول للإنسان عالمية كان من فترة عشر سنين أو خمستاشر سنة كان الأمراض السرطانية دلوقتي الشريان أو أمراض الشرعين التاجية هي القاتل الأول بيسموه القاتل الصامت لأنه بيجي فجأة طبعاً ويحصل انسداد وجلطات في الشرعين التاجية ونبتدي نشوف مشاكل عند المرضى قد تؤدي إلى الوفاة طب ليه اليومين دول المشاكل دي ظهرت أسلوب الحياة بتاعنا عدم ممارسة الرياضة العادية مش العنيفة بانتظام طريقة أكلنا طبعاً الجنك فود وطبعاً الناس بتأكل ما عادش حد بيأكل أكل صحي وهيلتي خالص باعدش فيه القعدة بتاعتنغدش بالظبط كده كمان الاسترس العنيف جداً اللي كلنا بنقابله في الحياة العصرية بتاعنا وده غصباً عننا الحياة بقت رتمها سريع جداً مشاكلها كتير جداً ضغوطها كتير جداً طريقة أكل مش كويسة عدم ممارسة الرياضة عدم النوم بانتظام خلاص كل ده بيأثر على الشرعين التاجية التليفول المحمول التليفول المحمول طبعاً التليفول المحمول ده طبعاً انت كان الأول يعني الواحد لو خارج في مشواره بتاع مفيش أي أخبار هتجيله في المشوار وهيخلص مشواره بيرجع وشوف أخبار بعد كده لكن انت بيجي لك كل الأخبار السودة من خلال هذا الكائن الصغير وقدامه على طول وشايفه مصدوم وأخبار بقى السودة بقى حسب يعني انت خصك أو تخص البلد أو تخص البجتمع أو تخص حد بتحبه فكله جاي لك صحيح فده كله أثر على أمراض الشرعين التاجية كمان حقيقة من ناحية التانية إحنا ابتدينا نشخص أكتر وسائل التشخيص بقت أكتر فابتدينا الحاجات اللي ما كناش بنفسرها زمان دلوقتي بقينا نفسرها ونعرف أنه دي سببها الشرعين التاجية وظيفة الشريان التاجية هي الشريان التاجية هم فيه شريانين تاجيين زي ما باين كده قدامنا الأيمن والأيسر بالضبط الأيمن الرئيسي ده بيتفرع إلى شريانين مهمين الأمام النازل والجانبي والنحية اليمين بيغزيها الشريان التاجي الأيمن هي سميت شرعين تاجية لأنها بتطلع من تاجي القلب بتطلع بعد الصمام الأورتي بعد التاج فهي عشان كده اسمها الشرعين التاجية وترسل شكل تاج برضو تنزل من فوق وتنزل شكل تاج فبالتالي دي اللي بتغزي بشعيراتها عضلة القلب ككل نحية يمين ونحية شمال دائماً الناس تسأل عن ما يسمى بجراحة زراعة أو تغيير الشرعين تمام تمام المسمى ده هو اللي موجود بين الناس جراحة زراعة الشرعين التاجية جراحة تغيير الشرعين التاجية جراحة ترقيع الشرعين التاجية أو استبدال الشريان التاجي كل دي مسميات لنفس الجراحة اللي بتتم الجراحة دي احنا بنحاول ان احنا نعدي الجزء اللي مسدود في الشريان التاجي بوصله يعني بنحاول نوصل الدم للشريان تاني بعد الانسداد اللي فيه بتتم بطرق كتير بتتم بالطريقة التقليدية الطريقة التقليدية طبعا اللي احنا بنفتح فيها صدر العيان واللي احنا بنبتدي نطلع الشريان السدي عن ناحية الشمال ونطلع اوردة من الرجل نبتدي نشوف الاوردة دي انهل اصلح فيها ونزبطها عشان نعمل منها قطع القطع دي نبتدي نعمل بيها وصلات للقلب زي ما احنا شايفين كده الازرق ده لوصلة وردية من الرجل بنحطها ونوصلها بالشريان الاورطي وبعد الانسداد دي بتوصلنا الدم وتعدي الانسداد اللي موجود كمان ممكن ناخد الشريان السدي وده برضو موضح في الفيديو هنا او الشريان السدي بنقدر ناخده من وراء عظمة القص عن ناحية الشمال ونبتدي نعدي الانسداد اللي موجود في الامام النازل اللي هو اهم شريان متفرع من شريان التاجي العيسر تمام؟ دي الجراحة ببساطة التقليدية اللي بتتم علشان نوصل الدم لشرايين القلب عشان يتم تروية عضلة القلب وبالتالي نقل مريض مشكلة انه الوفاة الوفاة الفجأة لانه طبعا لو انقطع الدم عن القلب ووقف القلب وخلاص اه بالانسان خلاص اه بالزبط يحصل له اما حتة تموت منه مع الوقت بيحصل المشاكل ده لو حظه كويس اه لو حظه كويس او حتة كبيرة فيحصل ان القلب كله يفشل انتهينا انتهينا ايه مميزات يعني دلوقتي احنا شرحنا اللي بيحصل هو الجراحة التقليدية تمام ايه القيمة بتاعك والمميزات الجراحة التقليدية الجراحة التقليدية اهم ومميزة فيها انها بتطقي المريض الوفاة زي ايه زي ايه جراحة تانية للشرايين التاجي الميزة اللي في الجراحة التقليدية هو ان احنا بنقدر نعمل العمليات للشرايين المتكلسة بعنف او الشرايين اللي جواها دعمات كتير احنا عارفيني ان احنا دلوقتي بتركب دعمات كتير في الشرايين علشان انتشار المرض ده فبالتالي بيجي ساعات الدعمات دي بتبقى مسدودة او الشرايين دي بتبقى متكلسة بدرجة عنيفة محتاجة مش وصلة لا محتاجة ان انا ابني الشريان من جديد فطبعا انا لازم اعملها بالطريقة التقليدية لازم اوقف القلب تماما وسقع حرارة المريض وابتدي اوصل التوصيلات بتاعتي دي بعد مبني جدار الشريان فبالتالي دي للحالات اللي بيبقى فيها تكلس عنيف في الشرايين او المرض بيبقى في الشرايين عنيف جدا ماينفعش فيه الوصلات العادية فبالتالي لازم اعمله بالطريقة التقليدية دي اهم مميزات للطريقة التقليدية لان انا بقدر اشتغل والقلب واقف تماما اقدر اعمل كل الوصلات بتاعتي وبناء الشرايين والقلب واقف تماما اقدر اشيل بعض الدهون الكتير اللي موجودة في بعض الشرايين المتكلسة يعني الدهون بالتكلس اقدر اشيلها وابني جدار واوصل عليه الوصلات بتاعتي فدي اهم ميزة ان انا اقدر اعمل ده لانه ده لا يصلح بالطرق التانية اللي هي زي القلب النهبد مثلا او زي التدخل المحدود والمنزار فالطريقة التقليدية بتديني البرح ان اقدر اعمل الشرايين المتكلسة بعنف اثناء عملية تغيير الشرايين سواء كانت هنجيب الشرجان الانترن المامري او نجيب الصافناس بي تمام ونركبه ونعمل نعدي المكان بتاع القفلة تمام في كل الاحوال دي بتقنية التقليدية تمام القلب في الحالة دي بيكون واقف بيكون واقف تماما وبشتغل انا على قلب صناعي بالزبط كده صح كده؟ بكون واخد الدم على قلب صناعي والقلب نفسه بوقفه وبافصل القلب عن الدورة الدموية اه بالزبط كده باخد الدورة الدموية في اتجاه علشان المرضى ساعات بيفسروا وبافصل القلب وده سواء الشهير على فكر ده سواء الشهير باخد القلب واروح على جانب وعمل ودي عايزين نصح يا حكاية اخراج الحاجات من مكانها دي بزبط كده في كل برانشاة طلب بزبط كده يعني مثلا في العيون يقولك المال بده بتطلع العين بره بزبط كده بزبط كده البناخير بطلعها بره بزبط كده لا ولا القلب القلب ما مطلعوش بره بزبط كده خاص يا عملية بسيطة جدا من ناحية ان انا يعني جزء ده طبعا مش بسيط ولا حاجة بس بالنسبة اللي محترفينه دي اسهل جزء في العملية ان انا خلي القلب ما يشتوصلوش دم بس خلص الجزء البعض ده ده الاهم بقى ان انا عامل ان انا اوصل التوصيلات بالزبط كده لكن دلوقتي في تقنية اصبحت موجودة بقوة هي تقنية القلب النابط دي حقيقة دي عايزين نشرح للناس براحة ما معنى ان احنا نعمل عملية على قلب قردي شغال ما بنفصلش القلب تمام التقنية القلب النابط دي ليه مميزات كتير هي مبدئيا احنا بنعملها ازاي احنا واحنا بنشتغل على الشرائي بنقدر نوقف جزء جزء من الشريان اللي احنا بنشتغل عليه ببعض الاجهزة يعني زي ما شايفين في الفيديو كده فيه لو شايفين على الناحية اليمين فيه دراع كده نازل ده اسمه اوكتوبوس اوكتوبوس زي دراع الاختبوت كده لو تشوفوا حضرتك مثبت جزء في الشريان وثابت عليه واحنا بنشتغل عليه القلب كله بينبط الدم زي ما هو في الدورة الدموية ما بنسقعش ده جسم المريض ولا بناخد الدم على مكلة قلب صناعي مسبتين بس الجزء ده الجزء البسيط ده ونشتغل عليه في الشريان اللي هو مكان الشريان مكان الشريان نفسه الجزء اللي في الشريان كمان بس الشريان كله نبتدي نشتغل عليه بطريقة القلب النابض وناخد الواصلات بتاعتنا طيب هو هي دي تقنية أصعب هي تقنية أعلى بمعنى أنها محتاجة أنه لازم المريض يكون فت ليها بمعنى أنه هو يكون مناسب مناسب ليه ويقدر يتحمل بمعنى أن المريض لازم يكون الشريان بتاعته مناسبة للقلب النابض مش كل المرضى ينفعلهم القلب النابض التكلسات العنيفة ما ينفعلهاش القلب النابض أصاد مميزات القلب النابض أه أصاد مميزات القلب النابض أنا همني السيفتي أو الأمان دايماً نحب الأمان في العملية السيفتي للمريض إنما القلب النابض ليه استفادات آه ليه استفادات كتير جدا أول حاجة المميزات آه المميزات بتاعته إيه هي المميزات بتاعته إن أنا ببعد عن مكنة القلب الصناعي خالص فما بخرجش دم المريض بره على مكنة القلب الصناعي هو مكنة القلب الصناعي ليها مشاكل؟ ليها مشاكل طبعاً ليها مشاكل آه مش معنى إنها هتتحطى على كل عين هتعمل له مشاكل لأ بس أحنا إهنا بنقول المشاكل المحتمل في نسبة مشاكل طبعا إن الدم يخرج برا ويلف في مكانة القلب الصناعية ليه مشاكل بيحصل رياكشنز أو بعض الرياكشن يعني بعض المضاعفات التحسس أو التحسس بالزبط حساسي فبيخرج بيخرج بعض العوامل اللي بتخش في الدم تعمل مشاكل تعمل نزيفة ممكن تسقيع الدم نفسه يعمل جلطات صغيرة لأن احنا ما نقدرش ناخد الدم برا ونوقف القلب والرئتين وإحنا شغالين ده في التقليدي في الجراحة التقليدي من غير ما نسقع درجة حرارة الدم لازم نسقعه تحت التلاتين أوكي تحت درجة حرارة تلاتين فبالتالي دي كلها عوامل ممكن تعمل نزيفة ممكن تعمل جلطات درجة حرارة الدم داخل الجسم الجسم يجب بس تلاتين ونصر سبعة تلاتين وثنين من عشر بالزبط برا تحت التلاتين من خمسة عشرين لتلاتين ده احنا بندخله في حالة بالزبط كده علشان نقلل الميتابروز أو نقلل الاستهلاج بتاع الخلايا فبالتالي احنا مضطرين نسقع المريض على مكة القلب الصناعي طب ده هيخلي الدم اللي هو واصل للكلة وللمخ أقل بكتير فبالتالي المرضى اللي على شفة انهيار في وظائف الكلم أو على شفة مشاكل في المخ لو حطينا الكلام ده على مكة القلب الصناعي ورجعنا تاني ممكن يطلع بحاجة مؤزية أكتر من العملية اللي هو عملها فبالتالي المرضى دول هم الفت أو المناسبين لجراحة الشرائين التجيئة بالقلب النابط طب ما بنوقفش المرضى اللي عندهم عضلة القلب الكفاءة بتاعتها قليلة لو حطيتها على مكة القلب الصناعي ممكن ما يطلعش كويس يطلع ببعض الأدوية والأجهزة لا أنا بالقلب النابط بقدر أتفادى هذا الكلام فبالتالي أنا ما بأسرش على الدم فبتفادى النزيف بتفادى أي مشاكل من جلوضات المخ بتفادى تأثيره على الكلة تمام بتفادى أنه يكون عضلة القلب كفاءتها قليلة وتخش على مكة القلب الصناعي يبقى الطلوع بتاعها صعب وبيحسن كتير فترة النقاها بتاع المريض لأنه أنا ما دخلتش على مكة القلب الصناعي ودي تقنية تعتبر في حد ذاتها تدخل محدود لأن كلمة تدخل محدود مش في الجرحة بس أن الجراحة نفسها يبقى كمية الانفاجن فيها أو التدخل قال مكة القلب الصناعي دي يعني تدخل كبير أن أنا أفضي القلب وأوقف القلب لا أنا لما أشتغل عليه زي الفيديو مثلا وهو بيونبط كده لا أنا تدخلي طفيف كده أنا يا دوب خط رغم أن أنا فاتح حاجة الحاجة كبيرة بس اسم وتدخل لأن أنا كل ما أقلل احتياجات الجسم اللي ما يتنو ساعدا بالزبط هو ده تدخل بالزبط بس من الواضح أنه كل حلول القلب حلول تفصيلية يعني إيه تفصيلية؟ يعني كل مريض بيتفصيله طب حسب حلته ومنسبه إيه؟ دي حياتي اللي متكلس جدا وواصل التكلس لدرجة معينة لازم له عملية قلب دي حياتي كلاسيكية باستخدام مكنة القلب دي حياتي اللي ما عندهش دوت وعنده إنديكيشن للحفاظ على الكلا على المخ الدورة الدموية فيها مشاكل خيط متحاجات جلطات صحيح لما فهمتك هنروح ليه اتجاه تاني هي القلب النه دي حياتي دي حياتي دي حياتي دي حياتي دي حياتي دي حياتي على حسب إحنا بنفصل دي حياتي عشان بس الناس متاخدش التقنية كأنها سوبر ماركت يقولك أنا عايز ده بالزبط دي مشكلة جيدة دي نقطة دي نقطة مهمة جدا فعلا المريض لما بيقول أنا عايز الجراحة بالقلب النهبط طب القلب النهبط ممكن يكون فيه ضرر بالنسبة لك لأنه إنت ممكن شرايينك تبقى متكلسة فإحنا محتاجين إننا نعملها بالطريقة التقليدية لا إحنا ممكن كمان نعملها بالتدخل المحدود ونعمل شريان أو اتنين وبقية الشرايين نعملها بالدعمات ده نوع برضو الهايبريد إننا نشتغل هايبريد آه يعني يعني هايبريد هي الترجمة طبعا نعرفنا بالعربيات اللي هو أيوة اللي هو آه اللي هو بنزين وكهربة بنزين وكهربة هنا معناه كده هايبريد جراحة وقلب بالزبط اشتغل مع بعض احنا بنعمل شريان أو اتنين بالتدخل المحدود وجرح خمسة لستة صنطي من على الجنب اوكي ولو فيه الشريان الدائري أو الشريان الخلفي يتعامل بالأسطارة في نفس الأوضة يتحط فيه الدعمات يطلع المريض فولي فاسكولارايزد يعني متوصله كل التواصلات للشرايين يعني كل المواسير تشتغل بالزبط كده كل المواسير المصورة اللافة المصورة النازلة الأمامية المصورة النازلة القرية صحيح كله والرايت كله وصل خلاص كده يبقى هو فولي فاسكولارايزد او توصله كل التواصلات بس التكنيك كان هايبريد احنا عملنا بالجراحة الأمامي النازلة وده أهمها بالزبط بالزبط اللي هو دخلنا حاكتين مع بعض لاستفادة المريض فزي ما حضرتك قلت الكلمة دي مهمة جدا جدا ودي اللي احنا بنقعد نشرحها للمريض انه احنا لازم نفصل الجراحة لك لأنه في الآخر احنا عايزين نتيجة تسعة وتسعين في المئة نجاحة لأن ده اللي هيفرق معاك انا بستخدم التكنيكس المختلفة في الآخر لخدمة المريض ده والمريض ده والمريض ده والمريض ده مش شرط ان التقنية دي تمشي على كل المرضى بقى انت يناسبك التاني أكتر والحقيقة الناس ابتدت تفهم أكتر يمكن من الميديا وأكتر بكتير وده مش رياء والله من برنامج بتاع حضرتك الحقيقة انا ناس كتير كتير بتجيلي فاهمة والشرح مواضح بالنسبة لها وفاهمة يعني ايه الجراحات وفاهمة 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 في مجالات كتير الحقيقة نيشها ده نعتز بيها هنقف بقى عند شرح مهم جدا لإزاي المنظر والجراحات المحدودة بتغير الشرقين أو الصمامات وقيمة الجراحة محدودة التدخل في القلب كلمة جراحة محدودة التدخل دي بقالنا سنين بنتكلم عليها في النساء بقالنا سنين بنتكلم عليها في محدودة التدخل في النيورو سيرجيدي في جراحات العمود الفقر يعني دي بقى الموضة هناك في العمود الفقر فبقى اسم دلوقتي محدودة التدخل في القلب فرض نفسك بكتير قوي بس الإعلام أثر لأن انتوا رواد ما شاء الله وبتقدموا هذا العلم من فترة لكن احنا أثرنا في تصليقة الضوء الحقيقة الإعلام المصري مشغول بحاجات كتيرة غير أنه يصلت الضوء على مثل هذه الأشياء مشغول بمين يتجوز مين ومين طلق مين والله العظيم أكلمك جد لكن مثلا يصلف ضوء على جامعة عين شمس على قسم القلب في جامعة عين شمس ويشوف النقلة في الكلام ده ما احنا بنتكلم بس الإعلام اللي برة مهتمة قوي ساعة وربع مثلا مداخلة تليفونية ما بين اتنين من الطلقين احترام لكل الناس يعني ممكن نقتصرها في خمس دقايق فلان بي يعني في ناس يجيلوا بالقلب يا باشا بسهم الكلم ماشي الله انت رواد المنطقة العربية في مجالة محدود التدخل ده تحديدا وفي مجال جراحات القلب عموما احنا بالنسبة لنا الحقيقة التدخل المحدود هو فعلا زي ما حضرتك قلت هو نهضة كبيرة في جراحات القلب الحقيقة احنا يعني في عين شمس وفي مصر دلوقتي يبقينا الحقيقة مركز أو سنتر اوف اكسلنس يعني مركز بالزبط بالزبط يبقينا مرجع لحيطة كتيرة والحقيقة العالم العربي والشرق الاوسط كله ابتدى يعرف ان الجراحات دي موجودة في مصر طبعا الجراحات دي بتفرق جدا جدا بالنسبة للعيان زي ما قلنا في فترة النقاها بتاعته فترة النقاها بتاعته بتبقى سريعة جدا بيقدر يرجع شغله لو هو في شركات لو هو زي ما احنا شايفين مثلا الجراحة تدخل بالمنزار دي جراحة شرايين بالتدخل المحدودة ندخل بالمنزار بالفتحة الصغيرة بالفتحة الصغيرة دي نقدر نعمل الشرايين بتاعتنا لو مثلا شفنا هنا مثلا نشوف حراك الفتحة بنقدر نوسع الفتحة دي في اطار المحدودية برضو يعني هي خمسة سنتي زي ما هي بنقدر نشتغل يعني نشوف حراكة الريتراكتور ده او المباعد ده يقدر يدخلني جوه القفص الصدري ويخليني ابتدي انزل الشوريان السادي يعني دي طريقة اهو ابتديت ارفع العظمة والرب اللي هو الضلع ابتديت اطلعه وبتديت من وراء اجيب الشوريان السادي من غير مفتح السادي هنا التوصيلات لو شفت حضرتك لما اتكلمنا على القلب النابض الاكتوبوس ده اكتوبوس مدخله انا من خرم صغير وجوه مثبت الشوريان وابتديت اشتغل على الشوريان دوت انزل عليه الشوريان السادي ويبقى انا كده عملت العملية بالتدخل المحدود ابعدي القفلة بالشوريان السادي بالشوريان السادي من الفتحة الصغيرة دي في نفس الوقت شوف حضرتك بعد العملية شوف حضرتك بعد العملية شايف الفتحة يعني شايف الفتحة شوف فتحة صغيرة دي الفتحة صغيرة جدا 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 دي بتفرق جدا مع المريض بتفرق في النقاها بتاعته في نفس الوقت انا ممكن ساعة العملية اعمل الهايبرد اللي احنا قلنا عليه ممكن بعد العملية لو فيه شريان مش مستعجل عليه أقدر عمله بدعامة وبرضه هيبقى هايبرد اشتغلت في نفس التوقيت أو في نفس فترة النقاها اللي هي لمدة إسبوعين أو ثلاثة والعيان بقى فوليفسكولوريز من غير ما يشق عضمة السدر اللي ليها مشاكل كتير ليها مشاكل كتير في النقاها ما بقدرش أنام على جنبي ما بقدرش أصلي ما بقدرش أن أنا أسوق عربيتي قبل ثلاثة لأربع شهور ما بقدرش أمارس الرياضة على بال ما يلتأم العظم بش قبل ستة شهور مثلا على بال ما يبتدي أنزل أعمل رياضة ما بقدرش أشيل أي حاجة تقيلة ما بقدرش أبزل مجهود عنيف لأن العضلات هنا لأنه طبعا ارتكاز العضلات على العظم دي مهمة فبالتالي جراحات التدخل المحدود بقت في دماغ كل الناس اللي هتتعرض إلى جراحة قلب خاصة مع نسبة النجاح العالية جدا في التدخل المحدود واللي هي تفوق التقليدية كمان قبل أن نذهب بالتلغراف مكوّن من سطر واحد حضرتك أتحدد سطر تقريبا من ستلقي له هذه المسيج وما هو محتوى الحقيقة أنا عايز الناس تعرف أنه التدخل المحدود فيديته أعلى بكتير من الجراحات التقليدية للمرضى اللي هو مناسب لهم للمناسب لهم للمناسب لهم وبالتالي ما فيش خوف منها خالص جراحة آمنة تماما نسبة نجاحها 99.5% بعد اختيار المريض المناسب ليه هذه الجراحة وإجراءها في سنتر أو في مركز يكون عنده كل الإمكانيات لإجراء الجراحة تي وجودك معنا شرف كبير لينا ومن خلال وجودك معنا أنا الرسالة اللي أنا أوده أن أقدمها هي رسالة شكر وعرفان وتقدير جدا للمجهود المتزول من أقسام القلب في طبعين شمس بمختلف مقاربهم ومشاربهم ما شاء الله والجراحات كل القلب سواء كان قلب بطن قلب جراحة عادي قلب جراحة متدخل المحتفل كل أنواع الجراحات في طبعين شمس ما شاء الله بتقدم مجهود كبير جدا 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 ومجهودكو مسموع مش بس في مصر دور كبير للسياحة العلاجية أيضا موجود خارج مصر السياحة العلاجية في الجزء المتعلق بيراحات القلب جزء مهم جدا لأن إحنا بايونير وما فيش حد بينفسنا في المنطقة دي يعني لأي دولة بقى بتاعة زراعة شعر ولا بتاعة لا بيجوا عند القلب ويقول لك لا خلينا في زراعة الشعر مع احترام طبعا زراعة الشعر برانش مهم كتيرة ويكون مستريحين فيها يعني السعر والسعر السعر فرق كبير جدا مصر جدا جدا واحد على 15 من قيمة السعرية وفرق السعر الكبير جدا وكمان الميزة إنه مريض القلب اللي هيقيم في مصر هنا بالنسبة له عملته مش هيصرف بالإقامة دي حقيقة حاجة خالص بالمقرب اللي ممكن يصرفه في أوروبا لو راح دي حقيقة مع احتمال إن اللي يعملها في أوروبا قد يكون مش بنفس الكفاءة على الإطلاق الموجودة في مصر لأنه هنا في مصر خصوصا في السمامات الكفاءات أعلى بأكتير نورت وشرفت وأبدعت شكرك يا دكتور عين وأن ننتظر حوار ممتع في جزء مهم هو الجراحة المحدودة وجراحات القلب من ضيف العزيز واحد من الرواد هذه الجراحات على المستوى العربي والمستوى العالمي لأستاذ الدكتور أسامة عباس وأستاذ جراحات القلب كلية طب جامعة عن شمس ورئيس قسم جراحات القلب بتدخل المحدود والمنظر كلية طب جامعة عن شمس أستاذ جراحات القلب والمنظار والجراحات المحدودة بمستشفى ودي النيل ومستشفى كيلوباترة ومستشفى الجوي التخصصي كان ضيفي في واحدة من حلقتنا الممتع جدا في عالم الدكتور ودعوتي التي أود أن أمهي بهذا الحوار الممتع جدا لكل أصحاب الأصوات سواء كانوا من أصحاب التواجد في الميديا زملاء أو أصحاب التواجد في سوشيال ميديا حطوا جزء كبير من حواركم لأشياء تخدم الناس أنا ما بننظرش عليكم توقع على دماغي من فوق وفي قلبي وأصدقاء وأباق الأخير لكن دايما نسأل نفسك سؤاله هو اللي هنتكلم فيه ده هيفيد الناس قد إيه واللي ممكن أتكلم فيه بطريقة أخرى هيفيد الناس قد إيه صدقني مش هيفيد الناس معرفتهم بفلان ولا فلان أتطلقوا ولا أتجوزوا ولا أسابوا بعض ولا أشتبوا بعض ولا أرفعوا أبايا على بعض اللي هيفيدهم أكتر صحة ابنه صحة بنته كلمتين عن الحاجات دي مهمة أوي صحة ممكن العقلية والصحة الطبية والصحة النفسية يا أخي دي حاجة من الحاجات دي يعني في وسط المعمعة مش نخلي الكلام كله جواز وطلاء وبعدين آخر الحوار نجيب حد يطبخ لنا ونقعد ناكل معا دا مش كلام دا يعني احنا كده نضر الشرعين التاجية والشرعين العقلية والشرعين الكلوية وأي شرعين في العالم خليكم مع الدكتور ترجمة نانسي قنقر